قام الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء تحقيق وبعد توجيه الاتهام أصدر هذا الأخير أوامر بالإداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة نعيد عليكم بيان النائب العام العسكري بالمتابعة القضائية المفتوحة هذا اليوم الخامس مايي 2019 ضد كل من المدعوين عثمان ترطاق محمد مدين وسعيدة بوتفريقة وضد كل شخص يثبت تحقيق تورطه من أجل تهام المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري وال77 وال78 من قانون العقوبات ولضرورة التحقيق قام الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء تحقيق وبعد توجيه الاتهام أصدر هذا الأخير أوامر بالإيداع في العام علما بالمتابعة القضائية المفتوحة هذا اليوم الخامس مايي 2019 ضد كل من المدعوين عثمان ترطاق محمد مدين وسعيد بوتفريقة وضد كل شخص يثبت تحقيق تورطه من أجل تهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة